في الفيديو ده هنشرح بروتوكول الان تي بي وهو اختصارة نيتورك تايم بروتوكول وده بروتوكول الطبقة الثالثة اللي هي النتورك لاير بيستخدم البورت اللي هو يو دي بي مية تلاتة وعشرين وده بيعمل سينك للوقت بتاع جهز الكمبيوتر مع السيرفر يعني بيعمل سينك للكلاينت تايم مع السيرفر تايم تعالوا نشوف يعني بيبقى عندي روتر بعتبره هو السيرفر وكل روتر بعده او كل جهاز بعده بيعتبر هو الكلاينت بتاع الروتر ده يعني الروتر الاولاني هو اللي بيدي تايم للروتر التاني والروتر التاني بيدي تايم للروتر التالت وهكذا طبعا احنا عارفين لو تايم بتاع الاجهزة اختلف عن تايم بتاع السيرفر بتحصل مشكلة في الاجهزة دي الاجهزة دي مش بتقدر تاخد السيرفرز من السيرفرز يعني مثلا كمثال لو عندي سيرفر اللي هو الكاسبريسكي وده بيعمل سكان للاجهزة وبيعمل update للانتفيروس اللي عليها فلو الوقت بتاع الجهاز مختلف عن الوقت بتاع السيرفر بكده السيرفر بيتقطع الكنيكشن بينه ما بين الجهاز ده وبكده السيرفر مش هيقدر يعمل سكان للاجهزة دي ولا يعمل لها update او يقدر يعمل لها manage اصلا في عندنا اتنين سيناريو ممكن نعملهم ان ال R1 هو هيبقى عندي السيرفر وهو اللي هيوزع التايم على R2 و R3 و R3 هيدي التايم ل R4 و R2 هيدي التايم للاجهزة اللي عنده وهكذا طيب R1 هيزبط التايم بتاعه ازاي اصلا ده من الساعة الداخلية بتاعته في الحالة دي ال R1 بنسميه NTP Master او يعني NTP Server Mode يعني هو ده السيرفر بتاعي اما R2 و R3 دول بيبقوا ال Client بنسميهم NTP Server NTP Server Client Mode يعني R2 و R3 بيعتبروا Client بالنسبة ل R1 وسيرفر بالنسبة للاجهزة اللي وصلة عليهم يعني R1 هو NTP Master يعني هو السيرفر بتاعنا و هيدي التايم ل R3 و R2 اللي هما NTP Servers R2 هيدي التايم للاجهزة اللي عنده و R3 برضو هيبدأ يدي التايم للاجهزة اللي عنده وهكذا يعني السيناريو التاني ان R1 و R2 و R3 كلهم NTP Servers Client Mode يعني كلهم Client يعني R1 هياخد التايم بتاعه من الانترنت و هيدي التايم ده ل R3 و R2 ال NTP Master بيبقى هو السيرفر اللي على الانترنت اللي انا باخد منه التايم R1 ده ياخد من اكتر من سيرفر عشان لو حصل خطأ في اي سيرفر منهم يقدر انه هو ياخد التايم من السيرفر التاني طيب في حاجة اسمها NTP Stratum زي ما قلنا كل جهاز بيدي التايم للجهاز اللي متصل عليه فكل جهاز بيعتبر هوب يعني التايم ده هو عدد الهوبس او يعني عدد الاجهزة اللي بتاخد التايم ده يعني في المثال ده مثلا السيرفر ادى التايم ل R1 و R1 ادى ل R3 الديفولت عندي بيبقى 8 للستراتم ولكن اقصى فاليو لها بتبقى 15 ولكن زي ما قلت ان الديفولت 8 يعني انا لو ما قلت لهوش الاستراتم كام هيخلي اول روتر 8 واللي بعده 9 واللي بعده 10 وهكذا لغاية ما يوصل لل 15 لان ال 15 ده الماكسيموم فانا لو عايز ازود عدد الاستراتم يبقى قوله ان الاستراتم بتاعي واحد عشان يعد يعد من 1 الى 15 يعني انا ممكن اغير في التمانية دي ليه اكبر رقم بيبقى 15 لان الدقة بتقل كلما زادت عدد الاستراتم تعالوا نشوف الحالة الاولى ندخل على روتر 1 ونكتب الامر show clock هنلاقي الساعة مش مظبوطة اول حاجة هنزبط ال time zone اللي هو فرق التوقيت ما بين الدولة بتاعتي وما بين اليونيتد استاتس بكتب clock time zone وبعدين بكتب هنا اي word اي كلمة يعني وليكن مثلا انا هكتب eg مثلا دي فقط للتنظيم طب اعرف ازاي فرق التوقيت بيني ما بين اليونيتد استاتس بدخل على جوجل واكتب اسم الدولة بتاعتي انا من مصر فحكتب ايجيبت time zone حلاقي فرق التوقيت ساعتين فحكتب اتنين وبعدين هزبط الوقت واكتب clock set بدخل الساعات الاول وبعدين الدقايق وبعدين السواني وبعدها التاريخ بكتب show clock عشان اشوف الساعة بعدين هقوله انت الماستر من خلال command ntp master بعد الماستر بدخله رقم الستراتم ولكن انا هسيبه على default وحسيبه 8 زي ما هو فمش هكتب حاجة لو كتبت ال command show ntp status هيقولي هنا ان ال clock synchronized يعني هصلها synchronous وبيقولي ان الستراتم 8 هو وبيقولي ان الرفرنس 127.127.1 وده ال ip local بتاع الروتر يعني معناها ان هو واخد ال time من الساعة الداخلية بتاعته نروح ل R3 نخليه ياخد ال time من R1 لما نيجي نربط R3 بال R1 بنده لل R3 ال ip بتاع R1 عشان يعرف ياخد منه time ولكن لو في مشكلة في الانترفيس اللي واصل عليه R3 بكده R3 مش هيقدر يكنكت بR1 عشان كده بنعمل انترفيس loopback على R1 في الحالة دي لو R3 عايز يكنكت بR1 هيدور على اي مصار عشان يوصل بيه مش هيدور على البورت المباشر اللي هو واصل عليه ودي اللي بنسميها availability الاتاحية الانترفيس loopback ده انترفيس وهمي يعني انترفيس software مش hardware يعني مش بورت حقيقي عشان كده البورت ده مش بيقع واي جهاز بيحاول يكنكت بالروتر ده بيدور على اي مصار عشان يوصل له حدخل على روتر 1 وحكتب انترفيس loopback وحكتب اي رقم بعد الانترفيس loopback دي اي حاجة زيرو مسلا وبديله اي بي اي بي ادرس عشرة 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 واحد ماتين خمسة وخمسين ماتين خمسة وخمسين ماتين خمسة وخمسين ماتين خمسة وخمسين زيرو بديله اي بي مش فرنجات بتاعت الاجهزة اللي عندي اي بي مختلف تماما وبقول انت بي سورس loopback 0 ودلوقتي حروح للروتر 3 وحقول له clock time zone eg2 ولما كتب شو clock حلائي time مش مزبوط حشاور له على الR1 حتب intp server 10 10 10 1 السynchronous بياخد وقت لغاية ما يسمى حننتظر شوية ونكتب الامر show clock حنلاقيق الزبط ولو كتبت show clock detail قال لي هو ان السورس هو intp لو كتبت show intp association حلاقي بيقول لي ان السورس هو 10 10 10 1 والرفرنس بتاعي 10 10 10 1 هو local لو كتبت show intp status حلاقي السترطم بيقول لي 9 هو زاد 1 والرفرنس 10 10 10 1 بالنسبة للR4 حياخد من R3 حنكتب نفس الاوامر clock time zone eg2 intp server 192 168 1 3 من الساعة ده الامر ثاني الامر من السورس والمائر وقلي ان السورس و بيقول لي الرفرنس هو 192 168 1 3 وهكذا لبقية الاجهزة نري التعليك إن thì 4 1 1 1 1 1 اخد التايم بتاعه من سيرفر على الانترنت هنا انا ما عنديش راوتر ماستر يعني السيرفر بتاعي مش راوتر ولكن سيرفر على الانترنت اشهر موقع هو الانتي بي بول دوت اورج طيب اعرف ازاي الاي بي بتاع الموقع ده ممكن ادخل على الاسمد واكتب بنج انتي بي بول دوت اورج هيطلعلي على طول الاي بي بتاعه بالشكل ده او ممكن ادخل على موقع اسمه www.nslokab.io وبادخله اللينك بتاع الموقع اللي انا عايزه بيطلعلي الاي بي بتاعه على طول كده منعرفت الاي بي بتاع السيرفر بكتب clock time zone ntp server واكتب الاي بي بتاع السيرفر اللي على الانترنت لما اكتب شو intp status حلق اي بيقول لي ان الclock synchronized باقي الروترات اللي هم R2 و R3 هنعمل لهم نفس الconfiguration اللي عملناه في السيناريو الاول اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة